خلينا دكتور في البداية نتكلم بشكل عام عن أهمية خطوة الدولة في إنشاء جيل جديد من المدن الصناعية إيه أهمية ده؟ من المؤكد طبعاً أن القطاع الصناعي هو القطاع اللي بيقود أي مرحلة تأسيس لأعملية انطلاق نمو فبنشوف أنه القطاع الصناعي بيمثل أهمية نسبية للقطاع التصديري بالتحديد يعني لما نيجي نشوف كده على مستوى العالم الدول بتصدر إزاي؟ نلاقي أنه المكون الصناعي أو نسبة المكون الصناعي كل ما بترتفع فيه نسبة الصادرات بترفع من القيمة المضافة للمنتج المحلي وبالتالي بيمثل نوع من الاعتماد الكبير على الداخل يعني ببساطة بدل ما أصدى خام لا أنا بيصنع نصف تصنيع أو شبه تصنيع كامل بالداخل وبعد كده أبدأ أن أنا أوجهه للتصدير وطبعا زيادة تنافسية المنتج المحلي في مقابل المنتج الأجنب طبعا وبالتالي ده بيمنع أي اضطراب ممكن يحصل في الأسواق عالميا وأثروا على الداخل يعني منجرد أن أنا يكون عندي تصنيع مكونات الجهاز نفسه أو بعض السلع اللي بيتم استيراد مكوناتها من الخارج لمجرد أن يتم بدء بتشغيل مصانع موجودة في الداخل تنتج هذه المنتجات والمكونات المحلية هيغنينا بشكل كبير عن الاستيرادها من الخارج ده هيجنبنا أي صدمة ممكن تحصل في الأسواق العالمية بالإضافة طبعا أنه هيرفع من القيمة المضافة للمنتج المحلي ونشوف نسب مش 45% نشوف نسب تخطى 90% وفي بعض المنتجات اللي هي تصل لمية في المية ويكون أنه هو كله موجود عن دناعين دين إلا للحديث يا دكتور عن حجم إسهام هذه المدن في زيادة الصادرات والوصول إلى حلم المئة مليار دولار للصادرات القطاع الصناعي قدامه قدرة أنه يستوعب أكتر من أو ما يقترب من 40% من حجم العمال القطاع الصناعي فيه قدرات انتاجية كاملة في الاقتصاد المصري تقدر بما يزيد عن 100 مليار دولار صادرات إحنا ممكن نكون ما تحققناش من الرقم ده دلوقتي في الوقت الحالي ولكن الطفرة دي ممكن تحصل مع الجيل الجديد من المدن الصناعية اللي بتعتمد بشكل كبير على الأبعاد أو أبعاد التنمية المستدامة أنه ما يكونش فقط مصانع المدينة بتشمع الحياة كاملة للعمال وجيل جديد من الفنيين والعمال المهرة والمدربين وبالتالي انتاجية العمل نفسها بتختلف ساعة العمل نفسها بتختلف في كل صناعة بعينها أو في كل مكون وهي كمان بتاخد في اعتبارها التكامل اللي ما بين الصناعات وبعضها وده يمكن اللي بيشوب الاقتصادات النشأة أنه ما فيش تكامل ما بين الصناعات وبعضها يعني رصادنا خلال دراسة كنا نعملينها مؤخرا أنه في منطقة الشرق الأوسط بعض الدول الاقتصاد فيها ما بيكونش شايف ناحية تاني بيستورد من بره وهو عنده المنتج في الداخل عشان كده دور الحكومة في الفترة اللي جاية هيتركز على أنه يكون فيه نوع جديد من المدن الصناعية اللي بتاخد في اعتبارها التكامل ما بين الصناعات وبعضها ده بيوفر وقت كبير بيوفر مجهود كبير على المصنع أنه هو بيلاقي المنتج نفسه موجود في السوق المحلية وممكن يكون سعره تنافسي جدا أفضل من هو يجيبه من بره وبيدوله فرصة كمان أنه هو يغطي كمان السوق المحلية من احتياجها وبالتالي ممكن ده ينعكس على المستوى العام ليه أسعار المنتجات المصنع المحلية وده اللي احنا شفناه فيه تجارب عدة دولية ومصر على الخطى يعني بشكل كبير في الحقيقة دكتور يعني حضرتك استوقفتني بكلمة قلتها أثناء حديثك هي أنه هذه المدن هتكون متكملة يطر يعيش فيها من يعملوا بهذه الصناعة الصناعة طبعا بشكل عام بتعتبر أكبر مولد لفرص العمل والتشغيل جنبا إلى جنب مع النقطة لحضرتك ذكرتها مسألة أنه هذه المدن متكملة بشكل بيسهل على العاملين في هذه الصناعات توقعات حضرتك إيه لمسألة القضاء على مشكلة البطالة عن طريق هذه المدن؟ هي الفكرة كلها أنه يكون فيه جانب يعني له شقين أو جانبين الجانب الأول هو على العامل نفسه وعلى الكدر البشري أنه بيشتغل عليه بيتدربه كويس بيكون كواليفايد أنه يشتغل مع عقلات حديثة جدا فرص التقادم بتاعتها ممكن تمتدل 30 و40 سنة لسه قدام وبالتالي ويكون قابل كمان للتطوير مع أي أبضيت ممكن يحصل فيه القطاع الصناعي ده فبالنسبة لنا ده يعتبر ده اتجاه أساسي ده مش هيقدر أنه يمتقل من مدينة لمدينة ويعني يبزل وقت وجهد كبير عشان يطلع الإنتاج المطلوب فبالتالي لابد أن يكون فيه نوع جديد من المدن اللي تم الإعلان عنها مؤخرا بتعمل على أنه يكون فيها تعليم يكون فيها سكن يكون فيها قطاع صحي ملائم يكون فيها حياة متكاملة صناعية بشكل كامل وتاخد في اعتبارها طبعا المعايير البيئية عشان استدامة عملية التنمية البعد الثاني هو أنه أنا كمصنع أو كرجو الأعمال شغال في الصناعة لازم يكون موجود عندي التكامل ما أحتاجش أن أنا أنتقل من مدينة لمدينة عشان أحتاج مكون ممكن يكون صغير جدا يخش فيه سلعة نبنتجها والسلعة ممكن تتعطل أو خط السرق يتعطل على مكون أو مكونين وبالتالي هو بياخد في اعتباره من جانب النوعية أنه كل الصناعات اللي بتكمل بعضها تكون موجودة جنب بعضها وفي نفس الوقت العامل البشري أو العنصر البشري يكون فيه نوع من الاهتمام مختلف تماما عن السابق يكون فيه نوع من التدريب يطلع من الإعداد يخش على البرامج التدريبية دي هو مش بيحتاج أنه يدور بعد كده على شغل ده هو الفرصة هي متاحة وبتضرب عليها طول فترة دراسته فالكاتجري اللي بيطلع هو بيبقى مؤهل لما هو قادم بالزبط هو بتعامل مع آلات فترة التقادم بتاعتها أو الهلاك بتاعتها نتكلم على آلات 20-20 لا هي مهيئة أنها تنتج لحد 20-60 وبالتالي هو قابل نفسه العامل نفسه أو الفني أو اللي بتعامل مع المكانة ده هو قابل أنه يحصل على دورات تدريبية مع أول أبديت يحصل للمكانات اللي هو شغل عليها ده لو قطاع واحد من القطاعات الصناعية احنا عندنا قطاع الصناعي ممكن يصل لتنين وخمسين قطاع فرعي في الداخل بيكمله بعض وبينتجه سلعا هائي